السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد هلا وكل الهلة بكم اليوم رح نسوي معجنات خفيفة وطرية وكلش كلش طيبة مناقش لمحمرة اللذيذة اتمنى تجربوها ويا ربي تعجبكم قبل ما نبدي اذا كانت هذه اول مرة شوفون بها قناتي اتمنى تشتركون بيها واتنورونا خلونا لايك من ايدكم الحلوة ودعمونا الفيديو والقناة وهسه هنقول بسم الله ونبدي اول خطوة نسويها نحضر العجينة والعجينة اللي ما استغني عنها هي عجينة اللبن عندي هنا ثلاث أكواب من الطحين الأبيض رح اضيف عليها ملعقة طعام ممسوحة من الملح خلطت الملح ويا الطحين تركت على جنب هسه رح اجيب كوب من الميت الدافي ورح اضيف عليه كيس من الخميرة الفورية الى الخميرة اللي عدكم تم باع بالكيلوات فضيفوا ملعقة طعام مليانة من الخميرة الفورية وهي ملعقة صغيرة من السكر رح نخلط المكونات مع بعضها ونتركها دقيقتين ثلاثة إلى أن تتخمر هاي الخطوة مهمة أبداً لضيفون الخمر مباشرة فوق الطحين هذا الشغل غلط لازم تحلون الخمر بمي يلا ضيفوها فوق الطحين هسه رح نضيف من 6 إلى 7 ملاعق طعام من الزيت النباتي ورح أضيف خليط الخميرة بعد أن تركتها دقائق شوية إلى أن تبدأ تشتغل وملعقتين طعام من اللبن الزبادي لسه رح نخلط كل هاي المكونات مع بعضها ونبدأ ننزل الطحين ونبدأ نعجنها رح أستخدم آني العجانة إذا ما عدكم العجانة فأكيد تقدرون تعجنوها بإيدكم بمنتهى السهولة طبعاً رح نبدأ لسه نعجن ونضيف المي شوية شوية مقدار المي ما لقياس في كل أنواع العجين المي نضيفه شوية شوية وحسب العجينة اللي صارت عدنة نزيد المي أو نقلله إذا العجينة اللي عدكم صارت كلش لينة رشوها شوية طحين ورجعوا عجنوها وتستعدل إذا صارت قوية رشوها شوية مي وعجنوها رح تلين وياكم يعني بكل الحالات العجينة عدكم ما تخرب وكمية المي نضيفها شوية شوية ونعجن إلى أن نوصل لهاي المرحلة تكون العجينة طرية لكن بنفس الوقت ما تلزق هاي الخطوة جدا ضرورية لذلك انتبهوا وعجنوها العجينة زين وكسروا الأواصر مات الطحين على مود ما تصر عدكم قوية أثناء الشوية العجين مرحلة جدا مهمة يعجنوا كلش زين وبعدها غلفوا العجينة ويتركوها ساعة إلى أن تتخمر رح نترك هسا العجينة تتخمر ونبدأ نحضر الحشوة مالتنا البسيطة عندي هنا حبتين متوسطة من البصل إذا عدتكم حبة توصل كبيرة فتقدرون تستغنون عن القطعتين المهم كمية بهشكل هذا من البصل ثرامتها باستخدام محاضرة الطعام كلش ناعم عندي هنا أيضا قطعتين من الطماطن متوسطة قشرتها وأيضا رح أهرزها بمحاضرة الطعام رح أحضر هاي المكونات أول شي يلا أبدي أحضر الحشوة بعدين جبت مقلات وخليت بيها البصل وضفت عليه كمية من زيت الزيتون إذا ما عدكم زيت الزيتون تقدرون تستخدمون الزيت العادي لكن أكيد طعم زيت الزيتون بهاي الحشوة يطلع كلش أطيب قلبت البصل إلى أنذبل هسه رح أضيف مجموعة من التوابل اللي هي رشة من الفلفل الأسود شوية من الكمون وشوية من البابريكا رح أقلب المكونات مع بعضها بعدين رح نسوي مجال ونضيف كمية بسيطة من معجون الطماطة بالوصفة الأصلية ما يستخدمون معجون الطماطة ولا يستخدمون البابريكا وإنما يستخدمون معجون الفلفل أو دبسل في الليفلة وبما أنه هاي المادة مو كثير ناس تستخدمها لذلك أنا دائما أحب أنطيكم بديل متوفر بكل البيوت لذلك استخدمت معجون الطماطة واستخدمت البابريكا كبديل عن دبسل في الليفلة رح ينطيكم أيضا طعم كلش طيب وقريب جدا من الوصفة الأصلية مثل ما شفتوا ضفت معجون الطماطة حماستها شوية ويبقية المكونات بعدين ضفت الطماطة اللي هرسناها ويام العقديان طعام من دبسل رمان إذا حبيتوا تقللون أو تزيدون الحموضة حسب رغبتكم تقدرون طبعا تذوقون قلبت المكونات مع بعضها رح أضيف حسة ملح وشوية من حبة البركة أو الحبة السودة وشوية من السمسم طبعا كمية هاي المواد حسب رغبتكم اللي يحب يعني يقللها يزيدها أيضا حسب رغبتكم لكن لا تلغوها لأنه طعمها كلش كلش طيب ويسوي فرق تركت الحشوة على نار هادئة تقريبا خمس دقائق مو أكثر بس على موت تتسبك وتاخذ النكهة الطيبة أو خلص صارت ويانا جاهزة ولا أسهل ولا أروع مثل ما شفتوا حشوة جدا بسيطة مكوناتها إن شاء الله متوفرة في كل بيت جربوها كلش كلش رح تحبوها هسا عدنا صارت كل المكونات جاهزة رجعنا للعجينة مالتنا بسم الله ما شاء الله شوفوا شلونة خمرت هاي العجينة جدا ناجحة وأني دائما أقولكم إنه أعتمدها في كل أنواع الفطائر المعجنات البيتزة أبدا ما تفشل هسا صارت عدنا العجينة جاهزة والحشوة جاهزة رح نبدين اشتغل طبعا السطح ماتي نظيف رح أبدير أسن أشتغل علي رح أروش شوية منها الطحين وأخذ جزء من العجينة وأبدين أفتحها باستخدام الشيبك بالنسبة لطريقة التشكيل فإذا تحبون القطعة تكون كبار كلش تكون صغار حسب رغبتكم حبيتوها تكون كلش خفيفة بحيث تنبرم وياكم وتلف يعني مثل المناقش العادية أيضا حسب رغبتكم حبيتوها تكون شوية ثخينة فتقدرون تسوون العجينة يعني شوية بيها ثخن مثل اللحمة بعجين أو الفطائر اللي نسويها بالعادة لكن اليوم إحنا رح نسويها خفيفة كلش لذلك رققتها وخليتها به السمك هذا اللي جدا جدا رفيع ورح أبدي هسة أخلي عليها الحشوة بالنسبة لإضافة الحشوة فتقدرون مباشرة تنبهي شكل هذا تفتحون أقراص العجين تخلون الحشوة وعلى مهلكم تشيلوها وتخلوها بقالب الشوي إذا شفتوا إن شاء الله صعبة تقدرون تفتحون العجينة وتخلوها بقالب الشوي يلا تبدون تخلون الحشوة بالنسبة لقالب الشوي فأني خليت بي ورق زبدة إذا ماعدكم تقدرون تمسحوها بشوية زيت واتخلون القطع عليها رح ندخل هسة القالب إلى فرن محمي مسبقا بدرجة حرارة 180 نشوي أول شي من الأسفل أول ما نشوف عندنا الحافات الشقرت وصارت بهشكل هذا لتشوها زيادة عن اللزوم على مود ما تيبس رح نطفي الشوايا السفلية ونفتح الشوايا العلوية تقريبا 5 دقائق مو أكثر لأن إحنا عندنا الحشوة أصلا مستوية أول ما نطلع القطع من الفرن نخليها بصينية بعدين نخلي ورق زبدة وفوقها منديل مال مطبخ أو خاولي المهم نحافظ على الحرارة مادة القطع على مود ما تيبس رح تبقوا ياكم طرية وبهالشكل الروعة هذا ما تتخيلون طعام هشقا طيب مثل ما شفتوا مكوناتها بسيطة طريقة عملها أبسط ركزوا لي بس على طريقة الشوي أول ما نشوفون عندكم الحافات من الأسفل اتشقرت خلاص طفون الشوايا السفلية وتفتحون الشوايا العلوية مدة قليلة على مود تبقى عندكم القطع طرية وما تيبس وأهم شيء أيضا أكد علي أنه تغلفون القطع ورمتطلعوها من الفرن رح تبقوا ياكم طرية وطعامها كلش كلش طيب الفيديو القادم إن شاء الله رح نقدم هاي الوصفة ويمجموعة أكلات رح تطلعوا ياكم ولا أروع وجبة خبل ومتكاملة لا تفوتون الفيديو وشوفوا إن شاء الله تعجبكم المقترحات اللي رح أقدم لكم إياها ويا هذه الوصفة وصلنا لنهاية الفيديو مالتنا لهذا اليوم يارب يكون عجبكم شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء